ازايكم عاملين ايه وحشتوني اوي اوي ان عرضة ان شاء الله هنعمل مع بعض الكباب وهنعمل معاك كاميل المكارونة ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا تعمها طحفة ورحيتها طحفة اه الكباب مستوي جدا وطعم حلو جدا اه ان شاء الله ان عرضة الفيديو يعجبكم متنسوش تعملوا لايك وشيب فيديو سبسكرايب للقناة ويلا بنا نشوف الكباب الحلو ده هيتعامل ازاي يلا بنا اول حاجة بقى هنعملها مع بعض ان احنا هنطبل اللحمة تمام اه قبل اي حاجة عايز اوريكم قطعة اللحمة نبصوا هي مقعب كده تبقى مقعبات انا بروح للجزارة وقول له انا عايزة اللحمة كبابة هو بيطغالي كده او بيطغالي كده تمام اخسر ايديا بس اهم حاجة وارجعلكو تاني دلوقتي بصوا بقى هنعمل ايه اول حاجة تمام هنعمل التدبيلة التدبيلة دي عبورة عن ايه معاك احنا معايا عصير طمط ماية تمام اه بشرينها او خلطينها او اي حاجة تمام اه ومعايا بصوا بقى ملح وفلفل وسبع بغارات جماعة في ناس بتحط كاتشب وفي ناس بتحط اه مارينيز وكاتشب وحاجات كتير قوي جماعة لأ ماينفعش عشان يعني هو اه هو التدبيلة المشوية ملح وفلفل اصمر وماية بصل وعصير طمط ومخل وشوية سكر عشان تسريع عشان نسرع بس تسوية اللحم عشان السكر بيساعد على تسوية اللحمة تمام اه بصوا بقى هنا معايا بصلاية مبشورة هعملها ازاي بصوا انا هاخدها كده هعصرها شايفين شايفين اهي بصلاية انا بعصرها بشراها كويس وهعصرها التفل ده جماعة اول هو البشر البصل ده انتم ممكن تعملوا بايه ممكن انكم تعملوا بالكفتة تمام شايفين المية شايفين المية بتنزل ازاي اي بصلاية انا بشرتها وبعصرها هو ده اللي انا عايزين ليه بقى مش هنحط طفل البصل عشان ده يتشاور عشان ما يتحرقش مني ويحرق لي اللحمية وتخلي اللحمة قطعة اللحمة كأنها محروقة تمام هنحط هنا مية البصل وهنحط كمان شوية خل عشان يسرع لي تسوية اللحمة او يعمل على تسوية اللحمة وهنخط كل ده كويس قوي كده كده مع بعض تمام وبعدين بقى هننزل فيه اللحمة بتاع اللي عندنا كمية بقى حصل الكمية اللي عندك وطبعا التدبيل او برضو حصل الكمية اللي عندك تمام هنخط بقى كل ده كده مع بعض اللحمة في التدبيل كويس قوي وهنسيبها على الاقل في التدبيل ست ساعات يعني مسلا انا دلوقتي مسلا الساعة تمانية الصبح ساعة بعد من ولاية نزل والحضاء من مدرسة آآ حاطتها في التدبيل بعدين هسيبها آآ ست ساعات مسلا لحد الساعة آآ كنين لحد من الولاد يجمل مدرسة هبدأ بقى ان انا هشتغل فيها تعام؟ أنا كده بعد ما تدبيلت فيها تدبيلتها خالص تمام؟ عايزة تبيتيها ليلة طبعا احلى وتققى الطعم طبعا شرف فيها قطر تمام؟ دلوقتي بقى انا كده بعد ما تدبيلتها هسيبها تدبيل كويس ست ساعات وبعدين بقى هنشوف هنعمل ايه بعد كده معهم؟ دلوقتي بقى آآ بعد ما تشيش توقي تدبيل معي آآ ست ساعات تمام؟ طب ليس ساعة تمانية الصبح دلوقتي حوالي ساعة تنين وربع كده تمام؟ دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ احنا معانا هنا آآ خضار فلفل الوان آآ اخضر وأصفر وأحمر آآ مقطعينه كده مكعبات عشان نعمل به نصبع به الكباب تمام؟ آآ دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ بصوا هنعمل ازاي؟ طبعا هنمسك بتاعنا الليستيك يا جماعة انا بلاهم آآ ساعتين في مياه زي ما قولنا قبل كده في فيديو الشيش توق واحطي لينك الفيديو الشيش توق تحت آآ علشان ما تحرقوش مني عنه تمام؟ هنمسك دلوقتي قطعة اللحمة هندخلها في آآ في السيخ تمام؟ وهنحط مسلا قطعة آآ فلفل أصفر وقطعة فلفل آآ آآ أخضر وبعدين نحط قطعة كمان من اللحمة اللي عندي كده نحط بقى فلفل أحمر مرة أخضر وهنعمل ايه؟ نحط كمان قطعة اللي عايز يحط أربع قطع يحط اللي عايز يحط ثلاثة يحط أنا هحط أربع تلاتة تمام؟ وهنحط مسلا فلفل آآ أصفر وأحمر كده تمام بالنسبة لي اللي عايز يزوج زوج نحط قطع كمان هيشي نحط قطع كمان عشان يبقى ايه؟ فيه أربع قطع اللحن ماركة سناقنل سرعة أمسان تشكت من احنا مرد فيه دلوقتي بقى خلص كل الكمية اللى عندي وارجعلكم واشوف هنعمل ايه مع بعض يلا بنا. دلوقتي احنا خلصنا كمية الكباب اللى عندي كلها تمام? دلوقتي بقى يلا بنا ننوح نشوي كده على النار. ونشوف هنعمل ازاي مع بعض. دلوقتي يا جماعة انا معايا على النار. طاصة صنية اي حاجة عندكم المتاحة عندكم. تمام? آآ وهخليت سخان شايفين بتطلع بخور ازاي? تمام? وهبدأ بقى آآ انزل بالشيش تابوك. تمام? مش هاملل الصنية علشان ما ينزلش ميته. ويفضل آآ جوسي ومحتفظ بالماية بتاعته. هنزل كده على النار شوية. اول منزل وبعدين اوصي النقر. مش عايزة آآ اكتم الصنية. يعني ايه اكيدها مزوزة. كمامو علشان? ما ينزلش ميته. هخليه بقى ياخد لون وبعدين هقلبه على الناحية التانية ياخد لون وبعد كده هوصي النار لحد ما ياخد لون الاربع جات. وبعدين بقى عشان يستوي كمان. وبعدين هواصي النار ياخد اللون من الجهتين. وبعدين اوصي النار واسوب ياخد لون من الجهتين التانين وهي الناح يواصي عشان يستوي من جوة. وهواريكو بردو ما يستوي الزيوتة هم تقفى جلدها. اوصي النار واسوب ياخد لون من الاربع جهتين. شايفين؟ بصوا. هو تقديب لون كده في وضلو يعني خمس زائب الزبط هنزلو خلاص. تعالوا بقى لنا ادم مع بعض. يلا بينا. دلوقتي بعد ما استويش يشع طوب بتاعنا. تمام؟ شايفين شكله تحفيز زي مجميل. بصوا انا عايز اواريكو بص ايه استوي زي. بصوا شايفين زي بصوا. بصوا اللحمة شايفين اهي بصوا. شايفين اللحمة بصوا. بصوا يعني اللحمة مستوية جايمة بصوا. المهم بس تقعدها فتا شايفين بصوا بتقطع ازاي. ولا نشفع اللي حاجة وطرية جدا وحلو قوي قوي قوي. دلوقتي عشان الماكارونة معي مية تغلي فيها ملح فقط. تمام? عشان هنحط زيت في الماكارونة في المية الماكارونة عشان مش بيخلي الصوس يزبط على الماكارونة ايه تمام؟ هنحط بقى الماكارونة بتاعتنا. نقلب على طول يا جماعة تمام؟ ونقلب عشان الماكارونة متنزقش ما تمسكش ببعضها. لازم التقليب اول ما نحط الماكارونة في المية عشان ما نلاقيش الماكارونة مسكت في بعضها. جماعة الماكارونة ما تضغطوه شوية تتسلب. تمام؟ هيدلوقتي بعد ما حطناها. وقلبناها على طول عشان ما تمسكش ببعضها. ثمن دقايق وبعدين هنصفيها. بنزلها قلديتي علشان آآ او نص سوا فيها تكة كده في شوية. نعمل الصوس مع بعض. يلا بينا. علشان نعمل بقى الصوس مع بعض هنا معي في الحلة آآ معي آآ معلقتين زيت ومعلقة سمنة. اللي مش عايز سمنة يحط. العايز زيت بس يحط. عايز سمنة بس يحط. بس الزيت بيخلي الماكارونة مفرفرة وجميلة. هنزل فصين تون. اللي عايز يحطي فلسل آآ بس انا يحطها في الولايز سمان. صلناها من حط ما يخمره. بعد كده هنزل بالتماطم. بعد طبعا الطم محمرة معي هنزل بالتماطم على طول. عصير تماطم. تماطم انا. تماطم زي انا هضربها في الخلاط ونصفيها عشان نلبس عشان الصوس يطلع عايز. نعم. هنحط بقى الملح. والفلفل آآ الاسود. فلفل الاسود قطراش عشان يخلي الماكارونة تحفل جبتان. حلوة قوي كمان. شايفين بقى يضروا مع بعض ويتسبكوا الحرب ويضروا مع بعض الحرب مما الصوس يتسبك. وبعدين هنشوف بقى هنعمل اي مع بعض. مصولة معنا شايفيني الصوس بقى عملة الزيت. شايفين بقى مركز شايفيني الزيت. وكمان يطلع عالزيت بتاعه هولا وشايفينه. شايفيني زيت بتاع الصوس. شايفيني بقى كده معاه الصوس جهز. آآ تعال بقى نجيب الماكارونة علشان نحطها على الصوس ونشوف بقى هنقدم الحاجات دي كلامها بعض الزيت. يلا بينا. دلوقتي جماعة بقتوا. اه دلوقتي هنزل الماكارونة. الماكارونة طبعا احنا مخفينها يا جماعة. اللي عايز اشتف الماكارونة يشتفها براحتكم. دلوقتي بقى هنبدأ آآ نقلق الماكارونة في الصوس. بصتو فرفارة ازاي. وبقت حلوة جدا ومش معرجنا ولا اي حاجة خلص وجميلة بالجد. طعمها طحفة شايفين ازاي شايفيني فرفرة وجميلة شايفين. تمام? احنا هدوبك بس هي لازم تنشف طبعا لما احنا حط ناشة تفنع عشان هي فيها نشف. لكن اول ما تنمس النار بتفك على طول. شايفيني ساي? تمام? تعالوا بقى انا اركب كل اللي احنا عملناه ده مع بعض. يلا بينا. تعالوا بقى النار ايه تعالوا شوف بقى انا اقدمه مع بعض ساي. مسلا عندي طبقة هنا مسلا لو هقدم على قدي شخص مسلا. تمام? هحط مسلا ايه? آآ اتنين مسلا لكل شخص. تمام? هحط مسلا واحد كده واحد كده. وحط معا معي شوية مكارونا. قطوهم مسلا كده. وحنا هلفهم كده يعني باي شكل. كده تمام. كمان حطها. مكارونا كده. احنا بنلفه بالجوك. تمام? هاي اللي بتلفه معنا تعمل الشكل ده. تمام كده. شايفين شكله حلو ازاي? شايفين شكله حلو ازاي? شايفين? حلو قوي قوي. بصوت جمال. شايف شكله حلو قوي برد. وهنقدمه كده مع الشيش توك مع شوية مكارونا. مع صلطة الزبادي وصلطة التحينة. آآ حلوين قوي. وان شاء الله بكرة هتزلكوا بفيديو صلطة الزبادي وصلطة التحينة مع بعض. الشكل تعب عن طحفة والطعم واردكو ازاي طبعا اللحمة طرية ومستوية جدا. وتعمها جميل قوي 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 قوي. كفاية بس شكلها. بصو شايفين? حلوة قوي وجميلة. طبعا الطبق طبعا كله على بعضه جميل. آآ ان شاء الله هتجربوه يعجبكم. ان شاء الله. آآ ما تنسوش بقى تعملولي لايك وشاري وكومنتات وتفعلوا الجارس تشتركوا في القناة. ويلا بينا باي باي.